السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا نستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من قناتكم قناة السبكي السلسلة التكنولوجية نهاردة جايين نتكلم عن موبايلات شاومي وتحديث اندرويد حداشر واللي هينزل القائمة خلاص اتحديدت اندرويد حداشر لها تنزل موبايلات شاومي وبعد كده الميو اتناشر ونص معها هينزولوا الاتنين مع بعض بس قبل ما نخش ونبدأ حلقتها النهاردة ياريت تشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعمل اعجاب وتعمل كومنت وصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعشان نشوف بقى موبايلات شاومي ايه اللي هتنزل لها موبايل حداشر وطبعا كل واحد يعرس مع موبايلو يبقى ده ينتظر موبايل ينتظر تحديث ايه اه אלHO اولن واجهة هي داشر فيها شوية تحسينات اول حاجة انها هاتعمل جدولة الوضع المزلم يعني يمكن تحديد وقت محدد لتشغيل الوضع المزلم او اقافه من خلال الاعدادات يعني من ال سيتنج تقدر تخير الوضع المزلم ده مسلا ست ساعات سبع ساعات تعامل مسهل من بالليل لحد الصبحية تعامل مسلا من الصبح لحد بالليل براحتك ده دي كانت اول دي كانت تحديثات. تاني حاجة فقعت الرسالة والمحادثات عندما تلاقي رسالة كده جاية لك او محادثة من محادثات على الفيسبوك على الواتساب اي حاجة الشاشة هتلاقي عم نزل فقعات كده شكل جديد في الشاشة كده. مسجل الشاشة ده كان هيبقى مدمج كان يجيب في السابق بيتحمل برنامج عشان تسجل الشاشة لأ هو دلوقتي هيبقى في نازل خلاص انه في حاجة اسمها مسجل الشاشة. بقى بقى هيبقى عادة تصميم ظهور الاشعارات. بيتم عادة تصميم ظهور الاشعارات حيث بتصنف الاشعارات مجموعة عزات سلة كده يعني كل الاشعارات بتبقى ايه مصنفة. زيها زي الايفون. ادارة تشغيل الوسائة الجديدة. وجهة برمجة تطبيقات. استخدام سماعات بلوتوس في وضع الطيران. يعني وضع الطيران تستخدم ايه سماعات بلوتوس. التمرير لقطات الشاشة. تمرير. اظهار معادل التحديث. تبديل قائمة الطاقة. محفظة الوصول السريع. دي من ضمن خيارات اذنات جديدة. مطالبات الازن بالحظر التلقاء الرسائل غير المرغوب فيها. زيادة حاسية اللمس. دعم رخصة السائقين المحمول. اه فحص المكالمات المحسنة. تعطيل الهتزادات اثناء استلام الكاميرا. فصل الاعدادات السريعة. مشغل الموسيقى في الاعدادات برضو السريعة. لما تعمل السريعة مشغل لك ايه الموسيقى. التطبيقات المقترحة في قاعدة الشاشة الرئيسية. تلاقي تطبيقات مقترحة. ما كانتش موجود. فيه في واجهات تانية فيها موجودة الخاصية دي. اللي يقول لك التطبيقات المقترحة. طب. طب ايه ما تعالى ما نشوف قوائم الهواتف الشاومي والريدمي المؤهلة لتلقي نظام التشغيل اللي هو الاندرويد حداشر. تابعونا كده واحدة واحدة بركز معايا. عشان اللي هيقول موبايل اهو. يرفع ايده لانا موبايل اهو. يلا جاهزين. اللي هيسمع ما عبايله يرفع ايدول انا مبايله نبدا مي مي ناين المي ناين برو فايف جي المي ناين اس.ي المي سي سي ناين المي نايل لايط المي سي سي ناين مالتي ايديشن المي تن المي تن الترا المي تن برو�데ن لايت 5G, il-me 10 yours, il-me 10 use light zoom, il-me 10 T, il-redmi Q30S Ultra, il-me 10 T Pro, il-me 10 T il-me 10, il-me 10 Pro, il-me 10 Lite, il-me A3, il-me 10 F2 Pro, il-me 30 Pro, il-me 10 X2, il-me 30, il-me 10 X3 NFC, il-me 10 M2, il-me 10 Pro, il-me 10 M3, il-me 10 Q30, il-me 10 Q30 Pro, il-me 10 F2 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 Pro اه اس اس والريدمي نوت 9. الريدمي 10 اكس برو والتن اكس 5 جي والات 10 اكس 4 جي والريدمي نوت 8 والريدمي نوت 8 تي والريدمي نوت 8 برو هينزلوهم تحديس اندرويد 11 والريدمي 9 والريدمي 9c والبوكو c3 والريدمي 9a والريدمي 9i والريدمي 9 برايم والريدمي 9 برو دي كده سلسلة اللي هي الريدمي وده كانت الموبايلات اللي هي هتنزل لها التحديس الاندرويد 11 وعلى ان شاء الله هتبقى وجهة الميو 12 ونص معاها فبعا عندي قائمة الموبايلات اللي هتنزل لها الاندرويد 11 اندرويد 11 وان شاء الله معاها وجهة الميو 12 ونص واحنا كنا نعمل حلقة قبل كده هنسيبه لكم في رابط الوصف آآ برضو الموبايلات اللي هتجلها الميو 12 ونص التحديس بتاعها وازاي نقدر نحدثه يدوي لو احنا مش مستعجرين لو احنا مش مستعجرين هننتظر ننتظر لحض شهر ثلاثة لو مستعجرين ممكن نحدثهم يدوي ده كان الفيديو بتاع النهاردة اتمنى لو عجبكم نعمل اشتراك ونفعل زر الجرس ونعمل كومنت ونصلا على سيد محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى